بصوا بقى جدول الترتيب احنا خلاص في التوقف الدولي دلوقتي Pyramids في المركز الاول باربعة وستين نقطة بس طبعا Pyramids لعب تلاتين مباراة والاهلي لعب اربعة و عشرين الاهلي لسه ليه حوالي ست لقاءات مؤجلة هيلعبهم ان شاء الله بعد التوقف الدولي الاهلي في المركز التاني اتنين وستين نقطة الفيوتشر التالت سبعة وخمسين نقطة الزمالك الرابع تلاتة وخمسين خلينا برضو نكون منطقيين دلوقتي المنافسة على المركز التالت ما بين فيوتشر والزمالك خلاص يعني الاهلي و Pyramids حسب بقى طبعا النتائج الاهلي في المنشطة المؤجلة المنافسة على الدوري ما بين الاهلي و Pyramids وحنشوف الاهلي هيعمل ايه في المنشطة المؤجلة يعني الاول والتاني خلاص محجزين للاهلي و Pyramids ايا كان بقى مين الاول ومين التاني المركز التالت والرابع المنافسة ما بين فيوتشر والزمالك و فيوتشر اقرب حتى الان يعني نقص اربع جولات أو أربع ماتشاط للفيوتشر واربع ماتشاط للزمالك وفيوتشر متقدم بفريق أربع نقاط 57 فيوتشر 53 الزمالك المقولين العرب في المركز الخامس 43 نقطة بس لعب 31 مباراة المصر السادس 41 مباراة بصوا بي هتلاقوا فيه حوالي خمس فرق بينفسه على المركز الخامس في الدول هتقولوا لي إيه أهمية المركز الخامس لا ممكن المركز الخامس السنة الجاي يلعب بطولة عربية فهنلاقي بصوا المقالين العرب 43 نقطة المصر السادس 41 نقطة بس المقولين لعب ماتش زيادة فاركو 41 نقطة برضو فاركو لعب 31 نقطة الاتحاد اللي مباراة مؤجلة عنده 41 نقطة كل الفرقة دي لغاية امبي بينفسه على المركز الخامس في الدول الاتحاد السكندري الثامن 41 نقطة امبي التاسع 39 نقطة بعد كده بقى الفرقة اللي هي مهددة بالهبوط هنلاقي من اول سموحة 36 نقطة في المركز العاشر البنك الاهلي مركز 11 35 نقطة سيراميكا في المركز الـ 12 33 نقطة وبردو السيراميكا عنده ماتشات صعبة جدا الفترة الجاية البنك الاهلي ناقص له 3 ماتشات لمعنش اطلع بس فوق سنة كده البنك الاهلي ناقص له 3 ماتشات عنده الاهلي وبعدين عنده المحلة في المحلة وبعدين عنده فيوتشر اخر ماتش السيراميكا ناقص له 3 ماتشات عنده الماتش الجاي طلاع الجيش في ملعب طلاع الجيش وبعدين هلعب Pyramids وبعدين اخر مباراة امام MP برضو ماتشات صعبة لسيراميكا انزل اللي بعده اللي هو المركز التلاتاشر الاسماعيلي طبعا الهزيمة الاخيرة دي خلت موقف الاسماعيلي وحش جدا بس الاسماعيلي ليه مباراة مؤجلة مع الاهلي يعني ناقص له اربع ماتشات الاسماعيلي الماتش الجاي عنده اسوان في اسماعيلية وبعدين عنده الدخلية في القاهرة وبعدين هلعب الاهلي المؤجل وبعدين اخر ماتش الاتحاد السكنداري اللي هي المباراة المؤجلة ما بين الاسماعيلي والاتحاد السكنداري 33 نقطة الاسماعيلي ويعايز اقول لكم يعني بس بعد من خلص الجدول هقول لكم برضو خبر على النادي الاسماعيلي غزل المحلة في المركز الاربع تاشر 32 نقطة وعنده 3 ماتشات صعبين جد محلة عنده الماتش الجاي الزمالك في استاد القاهرة وبعدين عنده البنك الاهلي في المحلة وبعدين عنده حرس الحدود آخر ماتش في استاد الماكس دي ماتشات المحلة المتبقية طلع الجيش طلع طبعا نط نط حلوة مع كابتن عبد الحميد باسيوني 6 نقاط وطلع الجيش 32 نقطة مكسبين واربعة طلع الجيش الماتشات المتبقية عنده عنده الماتش الجاي طلع الجيش مع سيراميكا في ملعب طلع الجيش وبعدين عنده أسوان في ملعب طلع الجيش وبعدين آخر ماتش لطلع الجيش مع بيراميس أسوان في المركز 16 أسوان برضو عنده 3 ماتشات صعبة عنده الإسماعيلي في إسماعيلية وعنده الماتش اللي بعده الجيش في الجيش وبعدين أسوان هيستضيف الداخلية في أسوان آخر ماتش الداخلية موقف صعب برضو الداخلية عنده الماتش الجاي المقاولين العرب في المقاولين وبعدين عنده الإسماعيلي وبعدين عنده أسوان في أسوان فبرضو ماتشات صعبة حرس الحدود يعني نقص له 4 ماتشات بـ 12 نقطة منهم مطشين مع الأهلي ومطش مع المحلة وأعتقد مطش مع الاتحاد السكندري بس طبعا أعتقد الموضوع صعب خلاص بالنسبة لحرص الحدود